مرحبا وضحياتي إلى الجميع أدب الروائي والكاتب والأديب والمفكر والفيلسوف الروسي الكبير أنطون تشيخوف هو أدب الحياة أو لنقول الأدب الأقرب للحياة والأبعد بالمقابل مثلا عن التكلف وعن كل تلك الزخرفة الجوفاء فأدب تشيخوف واقعا هو أدب حر أدب عميق جدا أدب ينقل من الحياة في طلاقة ويعبر عن النفس بصدق وأدب يتغلغل إلى الدواخل بلطف ووقار فلقد توفرت لنقل قصص تشيخوف بساطة وعمق الموضوع وبساطة وتعقيد الشخصيات وأيضا بساطة وفن التعبير اللغوي الأدبي لذلك لا تجد مثلا عندها تشيخوف لا تجد أبطالا من ذوي الفخامة من ذوي الفخامة أو من ذوي الأبها كما يقال في المجتمع لا بل تشيخوف كان يلتقط شخصيات عابرة شخصيات عادية جدا يعني تكاد لا تلحظها العيون والأبصار لكنه طبعا بفنه الأدب الرفيع كان يقدمها للقارئ كاشفا ما في طواياها من جوهر إنساني أصيل كذلك أحداث قصص تشيخوف القصيرة أغلب الأحداث التي تتناولها قصص تشيخوف واقعا ليست أحداث الغرض منها مثلا إثارة المشاعر أو المآنسي أو إسالة الدموع يعني كما في أعمال أدبية عديدة لا واقعا أحداث قصص تشيخوف كانت يعني في الأغلب أحداث جارية أحداث جارية تكاد يعني ربما تراها أحيانا تافية أو حتى ثانويا أو عرضية ولكن تشيخوف هذا المبدع الكبير كان يحيل هذه الأحداث طبعا بقوة تصويره يعني أحداثا مصيرية ومفصلية كان يجعل من الأحداث العادية أو الثانوية طبعا من خلال عبقريته الأدبية تبدو كأنها أحداثا مصيرية ومفصلية وذلك طبعا عندما كان يكشف عنها قناع التفاهة وبالتالي تتجلى من ورائها بعد ذلك المأساة الإنسانية الحقة الكامنة خلف الظواهر ولربما أيضا بدت قصص تشيخوف القصيرة وكأنها في مكان ما ناقصة أو مبتورة إذا أحيانا لا يصل القارئ مثلا في نهاية القصة إلى شيء من الراحة أو الإطمئنان إلى شيء من الراحة أو الإطمئنان أو قد لا تنتهي بك الخاتمة إلى موقف حاسن من هزيمة أو انتصار من تمرد أو خضوع إلى آخر لكن من المهم القول أنه متى ما تعمقت في القصة وحاولت أن تصبر مثلا أغوارها الفجة والعميقة فسيتجلى لك لا محالة يعني في كل تفصيل منها في كل تفصيل من هذه القصة سترى قصة كاملة عن الحياة أبدا متى ما تعمقت في قصص تشيخوف فستجد في كل تفصيل قصة مستقلة عن الحياة قصة مستوفية كل خصائص التجربة الإنسانية طبعا في إطار فني إبداعي غير مسبوك ولذلك يعتبر تشيخوف وبكل بساطة يعني واحد من أعلام الأدب وواحد من أعلام الفكر إضافة لكونه طبعا كما نعلم رائد القصة القصيرة الإنسانية الرفيعة وشكرا